يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 بداية كده ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا بكرة نفوز على كاب فردي ربنا يكرمنا ونسعد لدور الستاشر دور التمانية سيمي فاينال فاينال ونكسب البطولة وللأسف واحنا بنحلم ونتمنى وبندعم ونساند تحصل ظروف حاجات بيني وبينك كده هي معاكسات او عكسات مش عاملين حسابها وكأن قدرنا ان احنا نعيش دائما في ضوضاء دائما وابدا كل ما الامور تحسها سلكة والامور الدنيا هادية على المستوى المحلي والاندية والبطولة المحلية على مستوى البطولة القرية على مستوى المنتخبات كل ما الدنيا ده ده من حيث لا تدري يا مؤمن تحصل الضوضاء والله من حيث لا تدري وكأن ده قدرنا النهار ده جاي احكي لكم الحكاية بكل المعلومات الممكنة بطبيعة الحال وعندونا قصد هدي رأي ش وانا بقول ليه عندونا قصد عشانا بحاول امسك نفسي ما اقولش رأي ش بس اضطر اقول رأيش ما اقدرش بلدي ومنتخب بلدي واسمي كبير في تاريخ هذا المنتخب محمد صراحي فطبيعي في النص هقول رأي بس الأول أقول لك كل المعلومات الممكنة وده اللي أكيد هيهمك ممكن رأيي ما يهمكش ممكن رأيي ما يهمكش حقك لكن المعلومة المتأكد أنك عايز تعرف المعلومة واللي حصل في حكاية محمد صلاح أنه هيسيمه أسكر منتخم مصر وهيرجع ليفربول عشان يتعالج هناك من الإصابة بتاعته ده خبر قاله يورجان كلوب النهاردة في مؤتمر صحفي الصحفين بيسألوه على محمد صلاح فالراجل قال مش بنسبة 100% ولكن غالبا محمد صلاح يرجع ليفربول عشان يتعالج من إصابته وأنا شايف أنه ده منطقي وقال التصريحات دي وهنا اللحظة اللي الدنيا فيها قامت وما عادتش وبصراحة شديدة أي واحد هيبقى متعصب ومتدايق وزعلان دلوقتي منطقي وطبيعي بس لما هتفهم ولما هيبقى عندك المعلومة ربما غضبك يقل زعلك يقل وإحنا مشكلتنا دائما في الرياضة المصرية نقص المعلومات إن المعلومة ما بتوصلش كاملة فيحصل اللابس وتحصل الأزمة وتحصل أو يحصل الحاجات اللي ما بنحبهاش اللي هو ضرب يمين وشمال شوف مين في وشك وضرب فيه وارتاح وطلع غضبك طيب المعلومات ايه؟ بص يا سيدي كل ما هو قادم طبقا لمصادر مسؤولة في قد فوار في منتخم مصر مش من هنا كمان مش من اتحاد الكورة مش الممنى اللي موجود في الجبلية لا من معسكر منتخم مصر هقول لك كل التفاصيل الممكنة وهجوبك على كل الأسئلة اللي بتدور في ذهنك أول سؤال هو اتحاد الكورة مش من يومين طلع بيان وقال إن محمد صواق هيغيب فقط عن مباراة جافردي ومباراة دوري 16 هيغيب مباراتين فقط ايه اللي حصل؟ ايه الجديد؟ ليه الكلام تغير؟ ليه اتحاد الكورة قال إن صلاح هيروح ليفربول ويرجع في السيمي فاينال ويورجن كلوب قال لا ده هيرجع في الفاينال واللي اتنين قالوا احتمال ايه اللي تغير؟ أقول لك تبقى لمصادرنا جوى منتخب مصر تكون ديبوار برضو أنا واضح مش مسؤول أو عضو مجلس الدرافة اتحاد الكورة موجود هنا معنا في الجبلية في الممنى بتاعنا لأ أشياء احنا حاولنا واجتهدنا قبل ما نطلع نور رأي وخلاص إن احنا نجيب لك المعلومة هم قالوا ايه؟ اللي في المنتخب طبيب منتخب مصر الدكتور محمد أبو العيلة أجرى الأشعة لمحمد صلاح وأثبتت إنه عنده شد من الدرجة الأولى هيغيب قد ايه؟ من أسبوع لعشر تيام يعني تقريبا مبارتين لمنتخب مصر الأشعة دي اتبعتت لليفربول بطلب من ليفربول عايزين نطمن على اللعيد بتاعنا فليفربول قال للطبيب المصري أو لمنتخب مصر لا الأشعة دي غلط الأشعة دي مش واضحة والتشخيص مش صحيح طب انتوا عايزين مننا ايه؟ لو سمحتم اعملوا أشعة تانية نتأكد بتقنيات أعلى يعني فراح المنتخب عمل أشعة بتقنيات أعلى وأرسلها لليفربول فليفربول قال لا الإصابة دي غياب اللاعب عن الملاعب فيها مش سوى وعشر تيام ده أكتر من كده احنا بنقول لا ممكن يبقى سوى وعشر تيام ليفربول قال لا مستحيل على الأهل لأسبوعين طيب رجع ليفربول لطبيب المنتخب وقال له طب احنا محتاجين إجراءات طبية معينة بإشعاعات معينة واي واي وحاجات زي كده فطبيب المنتخب رجع ليفربول قال له لا والله الإمكانيات دي كلها مش ستبقى متوفرة هنا في كود ديفوار فراح الراجل بتاع ليفربول قال له طب لمصلحة اللاعب لمصلحة النادي لمصلحة المنتخب اللاعب ييجي عندنا نعالجه ولو بقى جاهز يرجع لكم تاني هنا بدأ الكلام في المنتخب يبقى فيه قلق طب هنطلع نقول للناس ايه محمد صلاح ساب المنتخب وبيلعب في كاس الوام الأفريقية وقائد المنتخب نسيبه معانا وخلاص نسيبه يكمل معانا وخلاص حتى لو العلاج منفعش في كود ديفوار فيكمل معانا وخلاص حتى لو ما لقبش اي مباراة عشان محدش يقول علينا او يقول على محمد صلاح انه ساب المنتخب في ظروف صعبة ولا نسيبه يروح يتعالج في ليفربول يمكن يجينا يمكن ربنا يكرمنا ونسل سيمي فاينال وفاينال ويرجع لنا يفيدنا هنا بدأ السؤال يبقى صعب الكلام ده حصل امتى؟ حصل مبارح مش النهاردة وحصلت مناقشات عديدة جدا لحد ما بص بق روي فيتوريا وافق على صفر محمد صلاح الى ليفربول رئيس البعثة وافق على صفر محمد صلاح الى ليفربول المشرف العام على المنتخب وافق على صفر محمد صلاح الى ليفربول محمد صلاح كان المفروض يسافر من باله محمد صلاح رفض الصفر الى ليفربول الا بعد انتهاء مباراة كابفردي انا هنا بكلمك على ما حصل في معسكر المنتخب لكلمتك بقى الصلاح ممكن يحصل له ايه في ليفربول لو ما رجعش ومش هيحصل له حاجة حط دي على جنب ماناش دعوه وحتى لو يحصل له منتخب مصر اهم من كل حاجة بس الحكاية وقفة فيه انه ما كانش هينفع يتعالج هناك وكان فيه مشكلة فيه شكوك في الاشعاعات اللي اجراها في كود دي فار واللي اتنين شكين سواء منتخب مصر طبين منتخب مصر او ليفربول فالحل كان ايه انه يرجع يلحق يتعالج في ليفربول اشتركوا في القناة